اللي بيسافر الإمارات يعني عارفين معسكر النادي الآلي اللي بنتمنى له التوفيق فيه من عشرين أو من النهاردة حتى يوم تمانية وعشرين ودي لقطات طبعا خاصة بقناة النادي الآلي كالعادة من تدريبات النادي الآلي اليوم في عجمان في ملعب الشرطة يعني النادي الآلي سافر وصل مطار دبي ومن مطار دبي انتقل مباشرة إلى إمارة عجمان اللي هيقيم فيها المعسكر وهيتخلل المعسكر ده مبارتين وديتين للنادي الآلي ان شاء الله يكون النادي الآلي موفق الحقيقة بتشوف يعني زي ما حراركم شايفين كده في التدريبات هتلاقوا لعيبة كانت تستحق الحقيقة التواجد مع المنتخب في أفريقيا وبالتالي عندك اسكواد قوي في ظل حتى غياب 11 لعب في ظل 11 لعب مع المنتخبات وفي ظل لعيبة مع المنتخب الأولمبي وفي ظل إصابات إلا أن زي ما حراركم شايفين يعني كواليس صفر بعثة النادي الآلي إلى معسكر الإمارات وتدريب النادي الآلي أعتقد فارس معسكر مهم جداً اللعيبة إنها تاخد برضو أجواء المباريات الودية مع عودة إن شاء الله الفريق متوج ببطولة أمم أفريقيا أو اللعبين المشاركين مع المنتخب مصر متوجين بالبطولة إن شاء الله استعداداً لمطحنة حرفية من 15 لتنين النادي الآلي بيدخل موسم تاني شاق جداً 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 من المشاركات سواء على المستوى الأفريقي أو على المستوى المحلي ده حقيقة أسامة وربما لا وقت في النادي الآلي إلا للعمل ما فيش وقت عندك في النادي الآلي غير إنك تشتغل وتتعب وتحاول توصل لأهدافك مهم جداً معسكر خارجي إنت بتدي نفسك فرصة إن أنت تكون على قدر بدني وزهني ونفسي وفني وكل الأمور إن أنت تكون قريب عندك عدد من اللعبين ليس بالقليل في المنتخبات المختلفة استعرضناه قبل كده عدد كبير جداً مطالب اللاعبين دول يكونوا جاهزين اللي موجودين مع النادي الآلي بنشوف بعض اللاعبين الموجودين من قطاع الناشئين مسافرين مع البعثة وده مهم جداً دمج اللاعبين الصغار على مستوى السن مش على مستوى القيمة لا يوجد منوع صغير على مستوى القيمة في النادي الآلي ولكن دمج هؤلاء اللاعبين مع الفريق الأول تحت قيادة مستر مارسل كولر وتحت إشراف الجهاز الفني النادي الآلي مهم جداً مهم جدا ان احنا نشوف كابتر رامي ربيعة قدامنا مع مودست مع إبراهيم عبد الحكيم مع لعبة كتير جدا بقى من تحت يعني كان شيء مهم مهم كمان الأجواء مهم جدا التركيز مهم جدا ان انت كنادي أهلي تخلي استعداداتك لعودة الموسم مهمة جدا لان انت بعد الاستئناف هيكون عندك رحلة شاقة ورحلة مرهقة والنادي لأهلي يا جماعة انا بقول المعسكر اللي كان عامله قبل بداية الموسم ربما احنا اسنين عليه من الجانب النفسي كنا شايفينه ولكن في رأي سمارة على الجانب الفني لما دخلنا مباراة اتحاد العاصمة ما حسيتش ان انت داخل فات اناف ان انت تكون جاهز لبداية الموسم اعتقد النادي لأهلي كان حريص ان مع الاستئناف لدوري ابطال افريقيا والدوري المصري وما يشارك به من بطولات يكون النادي الاهلي على قدر كبير من الجاهزية وان شاء الله بإذن الله ده اللي نشوف عليه النادي الاهلي يعني اعتقد النادي الاهلي ما عندوش وقت للراحة زي ما قلتلكم يمكن فارس تحدث عن اللاعبين الشباب ودمجوهم مع الفريق الاول انا برضا عايز اتكلم عن وسام بو علي يعني صفقة النادي الاهلي في يناير مع عمر كمال طبعا عمر كمال مع المنتخب الوطني بيقدي مهمة طبعا نتمنى ان شاء الله يعني تنتيب التتويج بالبطولة لكن وسام بو علي فرصة كبيرة جدا ان هو يبدأ يدخل اجواء النادي الاهلي يندمج مع لعبي النادي الاهلي يبدأ يلعب مباريات ودية مع النادي الاهلي ان شاء الله يخطو خطوات ثابتة خطوات ناجحة يكتب تاريخ له مع النادي الاهلي يعني يضاف لسجله وللسي بي بتاعه وده مهم جدا ان انت كمان تشوف صفقة تاخد وقتها شوية في المعسكر ما تبقاش مستعجل عليها يمكن شفنا مودست خد وقت شوية لانه جاء متأخر في المعسكر او ما حضرش المعسكر فكان الامور كانت صعبة بشكل كبير كبداية ولكنها قبل التوقف بشكل مثالي جدا في بطولة السوبر المصري بصناعته هدف وتسجيله هدف في الاكسرا تايم انا تمنى ان شاء الله تكون بداية وسامبو علي موفقة وتمنى نشوف السنائي لهم مشاركات جيدة واضافة لخط هجوم النادي الاهلي اللي بالتأكيد كان الفترة الاخيرة يعني بيتطلب وجود مهاجم بموصفات خاصة نرجو ان نكون وجدنا ضلتنا في وسامبو علي في هذا الموسم وكان تفكير بره الصندوق يمكن كمان على المقابل وبما نتكلم عن الشباب يمكن كابتن هاني رمزي كان في لقاء مع كابتن احمد شبير وتحدث بوضوح عن وصول خمس لعيبة من غانا موليد 2005 و2006 النهاردة السبت للتدريب في النادي الاهلي والاختبار في النادي الاهلي وده دور مهم جدا النادي الاهلي بيلعبه مع فريق السكاوتنج وكان كابتن هاني رمزي قال ان هو سافر غانا وكان فيه لقاءات بين اكاديميات ومنتخب غانا 17 سنة وده دور مهم ممكن يوفر على النادي الاهلي ملايين الدولارات في ما هو القادم واتمنى ان يكون الدور ده مصمر وانا بسط جدا في ادارة او تيم سكاوتنج النادي الاهلي كابتن رمزي وكمان كابتن بادر رجب يجري الاختبارات عينه خبيرة بالفعل وعنده يعني رؤية في بعض اللاعبين وبيقدر يكتشف لعبين بادر يمكن اللاعبين المتعلقين حاليا في الدوري المصري ومسمياتهم المختلفة كانت من خلال فريق كابتن بادر رجب في قطاع ناشئين النادي الاهلي فانا اتمنى ان شاء الله تكون خطوة مهمة للنادي الاهلي تقدر توفر للنادي الاهلي ملايين في ما قادم لان انت بتبدأ تروح لمحترفين تبدأ تدفع ملايين الدولارات انت لو جبت اللاعبة دي وكارة افريقيا غنية جدا غنية جدا بالمواهب فقط البحث مبكرا ان نقتاصل مبكرا لالعبين يندمجوا سريعا في صفوف النادي الاهلي واعتقد فارس اللعيبة الافارقة 19 سنة بتلاقيه شغال يقدر يعني يقود فريق اللي هو عنده المواهبة وده بيرجع لدور فكرة الاكتشاف طبعا ان انت يكون سابق ومن بدري وتجري تعاقد بمبالغ قليلة بنشوف دلوقتي اهل اللاعب بتجيبه 2-3 مليون دولار وده رقم كبير حاليا في ظل يعني ما نعانيه من دولار ده هيه ولكن انا شاف جماعة مهم جدا ان تتكيف منظومة كرة القدم المصرية مع ما يفعله النادي الاهلي هتحس الطرح غريب يعني انت مفترض تقول ان الاهلي يتكيف مع منظومة كرة القدم المصرية لا ده انت غريب لو معتقد ان انا مفترض اطرح الطرح كده على منظومة كرة القدم المصرية زي ما بقول ان تتكيف مع ما يفعله النادي الاهلي من خطوات لان ده مهم للمنظومة كلها مفترض تقعد تجتمع بالنادي الاهلي ولو عندها اخرى عندها نفس الافكار او حاولت يعني تقلد النادي الآله وتمشي في نفس المصار ده شيء إيجابي وتبدأ تشوف يا جماعة تحت السن طب اللعيب طب هل نزود عدد الأجانب مع الفريق الأول ولكن بشرط أن يكون مثلا فيه اتنين أجانب لحد سن نسي 23 سنة مثلا تقدر تعمل كده عشان ما يبقاش اللعيب الأجنبي الفريق الأول ما بيستفيدش منه أو أول ما يتصعد ياخد مكان واحد من الخمسة وتبدأ تشوف رؤية النادي الآله والأنديع اللي تمشي على خطى النادي الآله لأن ده مهم النادي الآله يا جماعة أنا بقول دايما هو له الريادة ربما في فكرة السكاوتينج وربما في بعض الأمور احنا تأخرنا شوي ولكن مهم جدا أن النادي الآله بدأ ولما النادي الآله بيبدأ في حاجة تأكد أنه هو هيعملها أحسن من اللي كان بيعملها قبله لأن النادي الآله عنده رؤية وانا هنا لا أتحدث أن حد سبق النادي الآله جواه مصر أنا هنا بتكلم عن تجارب خارجية في أفريقيا أو في الدول الجوار يعني فمهم جدا أن النادي الآله يعمل ده مهم جدا أن منظومة كرة القدم المصرية تستوعب أفكار النادي الآله لأن دي فكرة مهمة جدا وحاجة مهمة أن هي تمشي في إطار كمان مع الاتحاد الآله كل ده مهم جدا أن النادي الآله بيعمله شوفنا لاميني كامارا وشوفنا إزاي منتخب السنغال استفاد من لاعب كان في الجنرسيون فوت أكاديمية في السنغال وهو في سن مبكرة بيلعب محليين ولعبين كتير جدا في البطولة شوفناهم هما إفراز بطولات المحليين أو المنتخبات للمحليين في أفريقيا وخصوصا البطولة اللي أقيمت في الجزائر في عشرية 22